الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه داره إلى يوم الدين وبعد فقد اقتضت سنة الله عز وجل أن يجري المسببات على الأسباب فمن اجتهد نجح ومن ضاع حصد ومن لم يعمل لم يجد واقتضت سنته سبحانه وتعالى الكونية أن يعطي من يعمل سواء أكان مسلما أم غير مسلم مؤمنا أم غير مؤمن اقتضت سنة الله الكونية أن يعطي من يأخذ بالأسباب ولذا قال أهل العلم إن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة أنها تحقق العدل ولا ينصر الدولة الظالمة ولودعت أنها مؤمنة لأن سنة الله اقتضت أن يعطي من يأخذ بالأسباب الصحيحة ولكن سمت فرقا واضحا بين المؤمن وغير المؤمن في قضية الأغذر بالأسباب المؤمن يأخذ بالأسباب ويعلم أن الأسباب لا تؤدي إلى المسببات بطبيعتها وإنما بإعمال الله لها وأن الذي أجر المسببات على الأسباب قادر على أن يعمل ذلك وعلى أن يعطلها فلذلك هو يأخذ بالأسباب ويكل أمر النتائج إلى الله عز وجل فإن جاءت النتائج على قدر الأسباب حمد الله عز وجل وإن كان غير ذلك علم أن الخيارة فيما اختاره الله طالما أنه أخذ بالأسباب غير المؤمن قد يظن أن الأسباب تؤدي إلى النجاح بطبيعتها والعياذ بالله عز وجل ونؤكد أن الذي خلق الأسباب وخلق المسببات وأجر المسببات على الأسباب قادر على أن يعمل الأسباب وعلى أن يعطلها فمثلا النار من خوصها الإحاق ولكن عندما أراد الله لها أن لا تحرق قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما وتعطلت فيها خاصية الإحراق ومن خوص السكين أن تذبح ولكن عندما أراد الله لها عز وجل لم تذبح في عملية الفداء وفض الله إسماعيل عليه السلام وفديناه بذبح عظيم ومن طبيعة الهود أن يهضم في سوان من يلتقمه ولكن عندما أراد الله ليونس عليه السلام عطل خاصية الحضم في بطن الحوت وجعل بطنه أمنا وأمانا فحمل سيدنا يونس عليه السلام إلى البر يقول الشاعر إذا طاب أصل الشيء طاب فرعه إذا طاب أصل الشيء طاب فرعه ومن عجب جادت يد الشوك بالوردي وقد يخبص الفرع الذي طاب أصله ليظهر حكم الله في العجس والطرد الأصل في التربية مثلا أنك عندما تعب أبنائك وبناتك تربية سليمة تخرج جيلا متميزا ولكن قد يحدث في هذه القاعدة قد يحدث عدم إجراء للمسببات على الأسباب بأرادة الله هل منا من هو أفضل في تربية أبنائه من سيدنا نوح عليه السلام سيدنا نوح عليه السلام عندما قال لابنه يا بنيا كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مناحم وحال بينهم الموجف كان من المغاقين وهنا نادى نوح ربه رب النبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك سيدنا إباهيم وما كان استغفار إباهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله طبرأ منه إن إباهيم لأواه حليم فهذا إباهيم جاء وأبه كان على ما كان عليه من الكف وهذا نوح ابنه كان مع الكافرين لماذا لو كانت الأسباب تؤدي إلى المسببات بطبيعتها لما كان هذا ولا ذلك فإياك أن تغتظى بأسبابك إياك أن تغتظى بقوتك إياك أن تغتظى بعلمك إياك أن تغتظى بمالك إياك أن تغتظى باجتهادك عليك أن تأخذ بالأسباب في تواضع مع الله لأن الله عز وجل أمره إذا آد شيئاً أن يقول له كن فيكون فديننا قائم على التوكل الصحيح وهو الأخذ بالأسباب وتفويض النتائج لله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الفهم لديننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته